امير المؤمنين الملك محمد سادس يترأس يومه السبت بالقصر الملكي بمراكش أحياء ليلة المولد النبوي شريف دوليا وفي تطورة الأوضاع في العراق تجدد الاحتجاجات والمواجهات بين المحتجين وقوات الأمن وهذه الأخيرة تصدر قرارا بفتح كافة الجسور في بغداد فالرياضة رسميا الفيفا يرخص للمغرب استعمال تقنية الفار والجامعة تحدد أولى المبارتين لاستعمال هذه التقنية أسعد الله وقاتكم بكل خير أهلا بكم مشاهدينا إلى موعدا أخبريا شديد من قناتكم كاب فانكاتختفي بتنجا أعلنت وزارة القصور الملكية وتشفة والأوسمة أن الملكة محمد السادس سيترأس اليوم السبت أحياء ليلة المولد النبوي شريف بالقصر الملكي بمراكش وذلك بعد صلاة مغرب 11 ربيع الأول 1441 هجرية الموافق لتاسع من نومبر 2019 عيد مولد نبوي سعيد لكل المشاهدين والمشاهدات وكل عام وأنتم بألف خير في خبر آخر تمكنت فرقة مكافحة العصابات بولاية المفاس مسامس الشمعة من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمرهم بين 19 و36 سنة من بينهم سيدة وشخصين من ذوي الصوابق القضائية وذلك للشباه في تورطهم في حيازة وترويش المخدرات بلغ للمديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيف المشبه فيها رئيسية بالحي الحسني بمدينة فاس قبل أن تمكن الأبحاث من توقيف مزويدها الرئيسي بالمواد المخدرة بحي بن سودة بنفس المدينة حيث مكنت عملية تفتيش المنجزة بداخل منزل ومرآب يستغله الموقفون بنفس الحي عن ضبط 405 كيلوغرامات من سنابل الكيف 51 كيلوغراما من مسحوق التبغى المعد لترويج علاوة على مبلغ مالي من متحصلة هذا النشاط الإجرام وإلى قلعة سرغنا حيث نظم مركز الملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية حملة طبية لفائدة مرضى الغدة الدرقية تطوع خلالها فريق طبي لإجراء عمليات جراحية لفائدة داوي الدخل المحدود المتابعة لمرسلة كاب فانتكاتخ تيفي من مراكوش أميناء النشافي الله الحمد بدأنا بتنفيذ برنامج جراحة الغدة الدرقية في قلعة السراغنة وتملاس الله الحمد بالتعاون بين المملكة المغربية وبين المملكة العربية السعودية الجهات القائمة على هذه الرحلة وزارة الصحة في المملكة المغربية مركز الملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية وهيئة الإغاثة العالمية طبعا الله الحمد نحن مستهدفين تسعة أيام في المملكة المغربية إن شاء الله سنقوم بعمل مئة عملية قربنا على الانتهاء لتقريبا ثمانين مريض وإن شاء الله غدا إن شاء الله تكون آخر يوم عمليات نصل إلى مئة عملية خلال هذه الرحلة لله الحمد وجدنا التعاون الممتاز من الجهة وزارة الصحة المغربية طبعا هناك كان تبادل في الخبرات بين الجراحين المغاربة وبين الجراحين السعوديين وجدنا طاقم متعاون جدا تمريضا داخل العمليات في ثلث المستشفيين وكذلك الطاقم الإداري مشاهدين في الأخبار الدولية نبدأها من تجددات وتطورات الأوضاع في العراق حيث تجددت الموجات بين قوات الأمن ومحتجين عراقيين في شارع الرشيد في العاصمة بغداد اليوم السبت فيما أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان تستجيل العاشرات من حالات الاختناق بين المتظاهرين بعد إطلاق قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيلة لدموع أثناء تقدمهم لفضي العتصامات وأطلقت قوات الأمن العراقي قنابل الغاز لتفرق المتظاهرين قرب جسر السنك فيما أخلى الأمن جسري السنك والأحرار من المتظاهرين وتمكنت القوات الأمنية العراقية صباح اليوم السبت من صد المتظاهرين واستعادة السيطرة على ثلاثة جسور في بغداد فيما وقعت موشهات صباحا في أحد شوارع تجارية المؤدية إلى صاحة التحرير بوسط العاصمة وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي أعمال عنف دامية أصفرت عن مقتل نحو ثلاثمائة شخص غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام نبقى مع الملف الدولي حيث أمر القضاء البرازيلي أمسا الجمعة بإطلاق صراح الرئيس السابق لولادا سيلفا في ضوء قرار اتخذت المحكمة العليا الخميس الماضي بعدما نفذ عقوبة بستجن تجاوزت العام ونصف العام بسبب توشيه المحكمة له تهما بالفساد وخرج لولادا سيلفا البالغ من العمر 74 عاما سيرا من مقرية شرطة الفيدرالية وكان في استقبله حشد من أنصاره اليساريين في كوريتيبا جنوى البلاد وضح القاضي في أمر الإفراج أنه لم يعد هناك أي أساس لتنفيذ العقوبة بسبب قرار المحكمة العليا وضع حد الانشهاد قضائيا يتيح السجن مع صدور أول حكم أمام الاستئناف حتى لو لم يتم استنفاذ كل الطعون أخبار الرياضة نبدأها بخبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي أعلنت مسامس الجمعة في بلغ رسمي أنها توصلت بترخيص من المجلس الدولي لكرة القدم من أجل استعمال تقنية المساعدة بالفيديو فار في المباريات المغربية وأكدت الجامعة أن تقنية الفار ستطبق بعض الترخيص الذي توصلت به الجامعة خلال المبارتين التي ستجمع اليوم السبت وغدنا الأحد التاسع والعاشر من ومر 2019 بين دفاع الحسنية الجديدية مما الاتحاد البيضاوي بالملعب الكبير لطنجة وحسنية أكادير ضد المغرب التطواني بالملعب الكبير لمراكش لحساب فعالية الدور النصف نهائي من منافسات كاس العرش يشار إلى أن المغرب يعد أول دولة أفريقية يحصل على هذا الترخيص في المسابقات المحلية دائما مع الأخبار الرياضية قال بيب غورديولا مدرب منشستر سيتي حامل لقب دورية الإنجليزية الممتاز لكرة القدم يوم أمس الجمعة أن الحارس إدرسون سيغيب عن مباراة فريقه أمام ليذر بول المتصدر بسبب إصابة عضلية ومن المقرر أن يحل كلاوديو برافو بديلا له وترى إدرسون الذي يتصدر حراسة دورية الإنجليزية الممتاز بخروجه بشباكه نظيفة خمس مرات هذا الموسم للخروج بين الشوطين خلال التعادل بهدف لمثلها مما أتلانتا في دوري أبطال أوروبا يوما الأربعاء الماضي والشهد وهو يعرج أثناء خروجه من الملعب عقب المباراة وتورد برافو قبل نهاية لقاء ما أجبر سيتي على اللعب بالمدافع كايل واكر في المرمى خلال آخر عشر دقائق لكن جوارديولا قال إله يثق في خبرة الحارسة تشيلي في تقديم أداء قوي في مباراة القمة مشاهدين بهذا نصل وإياكم إلى ختم موعدنا الإخباري شكرا لكم دائما على حصن التتبع نذكركم فقط لمزيد من هذه الأخبار وغيرها تجدونها دائما على موقعنا الإلكتروني كاب جنك وانتظر دمتوا في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة